سأل الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيراً هذا السائم يقول رجل يعمل معصية ثم يندم ويستغفر ويعمل أعمالاً كذلك مع علمه أنه سيعود إلى ذلك الذنب وذلك لضعفه وعدم قدرته على تركه فما الحكم في هذا؟ هذا لا يخلو من أحد أمرين إما أنه يتوب توبة باللسان فقط وهما عزم على ترك الذنب وهذا لا توبة له وإما أنه يعزم على ترك الذنب ويتوب توبة صحيحة لكن يغلبه الهوى والنفس والشيطان فيقع بالمعصية مرة ثانية وهذا أخف من الأول هذا توبة صحيحة لكن إذا وقع بالذنب مرة ثانية لا يقنط من رحمة الله يتوب إلى الله يكرر التوبة يكرر التوبة كل ما تكرر منه الذنب ولا يقنط من رحمة الله نعم